يحاول حسان وماهر شرح مخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق اللقاية منه للمقيمين في مخيم قطمة من خلال اتباع إجراءات الحماية الشخصية واتخاذ التدابير المتاحة أمامهم من خلال الحجر المنزلي ضمن حملة التوعية التي أطلقها فريق يقين أطا طوعي طبعا بعض الأخوات والأخوة التي تمت دروس التوعي لألون في قسم منهم حتى لحدها اليوم تتخيل أنه لا يعرفوا شيء عن هذا المرض تمت إعطاء دروس توعوية لهم عن طريق الوقاية كيفية الوقاية من إحد كورونا التي تشرح حاليا في معظم بلدان العالم كيفية التعامل مع أطفالهم كيفية إذا في حال لا سمح الله أن وجد المرض كيف ممكن أن يداركوا هالموضوع هذا وكيف ممكن أن الحلولة لإيجاد سبل ووسائل أخرى كون المنطقة هنا شوي بعيدة عن المدينة لا يسمع المقيمون بالمخيمات معلومات عن الفيروس سوى من خلال فرق التوعية ووسائل التواصل الإجتماعي التي يتناقلون من خلالها أخبار انتشار الفيروس ليتخذوا بعدها إجراءات الحماية التي يمكن أن تقيهم الإصابة في حال انتشار فيروس كورونا في المنطقة الإجراءات اللي عم ناخدها إنه بالتخسيل الكتير والنظافي والتعقيم والعطاس ما عم نعطس إنه أي شيء إلا بمحرمي أو محرمي معطرة وتخسيل كتير للولاد كل ما طلعوا فاتوا من خسلهم ونحن بنظافتنا بالأكل والنظافي بهيك شغلات كتير هذه الشغلات عم نحتم فيها في حال إذا وصل الفيروس لهون رح يكون الوضع كتير خطير خطير جدا لأنه ما حنحسن لا ننزل على السوق لا حنحسن نشتري أي منتج من السوق نحن نعزل لحالنا هون لأنه ما في أي لا في صدلي لا في دكان لا في سوبر ماركت ولا في أي شيء ولا في شيء أبدا هون ما منحسن نشتري أي شيء فهذا الوضع أنه رح يعيقنا بأنه ما اشترات غراضنا أو سلعنا من السوق تعد المخيمات العشوائية مكانا خطيرا لتفشي الوباء في حال انتشاره فلا إمكانية كبيرة لتحقيق العزل المنزلي أو التباعد الاجتماعي جميع الناس مطالبون بتقليل حركتهم في الأماكن العامة وتطبيق الحجر المنزلي فماذا ستصنع خيام أرهقتها أمطار الشتاء ورياحها أمام فيروس خفي يخترق حدود الدول وربما يغير من شكل العالم هارتات انتفزيون سوريا مدينة عفرين ريف حلب الشمالي